تفرصوا جلياً بما حصل بين إسرائيل وإيران ما يحصل من تنصيق حتى في الضربات هذه الضربة التي تقتل تتعلم لكن اليوم نحن صرت قد ما تعلمنا من الضربات للأسف في فريق مننا في لبنان ما يتعلم أنه في مسرحية كبيرة اسمها بين إيران وإسرائيل هي الاستباحة كل العرب وكل الدول العربية بكل أطيافها وكل طواقفها ولذلك لازم علينا أن نشهد كمان للتاريخ أنه نحن نشهد فيلم أمريكي طويل وهذا هو بين إيران وبين إسرائيل بإخراج أمريكي متقن أي متى بتضربوا ونعطيكم خبر وشو بتضربوا وعندما تكون الضربة وكل الأمنيين بيعرفوا العسكريين نحن أنا شوية خبرة أنه وقت بيجي ضربة بتتضرب على ثلاث دفعات أول واحدة بين الواحدة والواحدة فين الصاعة أول شيء ما نعطي يعني شو عندكم إشياء وشو في كذا خبون حتى نعلم أنه هن يخبرون قبل مسبقا أنه هن رح يعملوا ضربة أكيد بس هي الضربة ثلاث مرات على ثلاث دفعات يعني ما هي الضربة حرب فجأة مفاجأة الحرب أين المفاجأة؟ ما في مفاجأة أكثر من ذلك من ثلاث تجمع من أربع أسابيع وأكثر نتنياهو يقول سوف نقصف طهران ونضرب 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 هن كانوا عم يتفقوا الأمريكان عم ينسقوا القصة بين بعضهم إذا كان في شيء مهم تخبوه إذا الإيرانية ما خسروا شيء الإسرائيلية ما خسروا شيء مين عم يخسر؟ غزة دمرت بالكامل الأخوة الفلسطينية ضبحوا بالكامل بالطول وبالعرض والضفة الغربية بالإضافة إلى الجنوب اللبناني البطل والأخوة بالجنوب كله سوى الجنوب الضاحية الجنوبية الشويفات ما بعرف وين الخلدي ما بعرف الحدث نطلع على البقاء يعني بعلبك محيطة البلدات كلها دوريس بعد نبيشيت شو دي سمي كلهم تعطيلة الأراضي تعطيلة حتى البقاء الغربي البقاء الوسط ما تركوا منطقة بلبنان لما أصفوها بكسروان بشبال بالبطرون بصغرتها بأهدين وين مكان وصلت المعارك إلى أي مكان ولكن كلها بيسقط فيها شهداء وضحايا وأبرياء وأطفال ونساء وشيوخ وناس مدنيين إنما لم يسقط إسرائيلي أو يهودي أو صهيوني واحد ولم يسقط إيراني واحد وأنا ما بدي سقط إيراني لأن إيراني نحن نملك برحالة لأن أصحاب لم يعملوا فينا الإيراني ما حدا يعملوا بحدا بعدور ما بيعملوا الناس ترجمة نانسي قنقر